السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طبعا جميع متابعين الكرام لكل من التحق بنا مؤخرا إذن متابعين الكرام ويا لها من فضيحة أخرى تنضاف إلى سلسلة من الفضائح المتكررة لهذا النظام الغبي المغفل الفاشل على جميع الأسعداء نظام الكبرانات نظام النظام الجزائري الفقروري الكرغولي الذي بشكل مضحك يعني ما أضحكني أنا في الموضوع وهو أنهم يحقدون على المغرب يريدون تشتيت المغرب يحاربون المغرب في نفس الوقت يقلدون الخطوات التي قام بها المغرب خصوصا في المجال الدبلوماسي وهذه السكيزوفرينيا دائما ما أتحدث عنها يعني راحة طريقة عجيبة يفكرون هذ الناس وحش على أنهم ناس القروض يفكروا حسن منهم على كلين النظام الجزائري من خلال هذا الكتماوز الخارجي الحمامرة ذهب إلى دولة الكويت إلى دولة الكويت وطلب إجتماع طارق جامعة الدول العربية لماذا؟ لكي يعلنوا إيدهم أو تضامنهم مع دولة الفقاقير ضد إسبانيا وفي نسبق لنا ما هي هذه الخطوة هذه؟ هذه الخطوة هذه قامت بها جامعة الدول العربية من تلقاء نفسها حينما كانت هناك أزمة بين المغرب وإسبانيا أزمة ديها بالمطوش النظام الفقروري حاول تقريد نفس الخطوة لكن المضحك هنا المضحك هنا وهو أن جامعة الدول العربية رفضت المسألة هذه الغالبية ذات الدول رفضت على أنه يكون هناك الجمع طارق وعلى أنهم يعلنوا إيد الفقاقير ضد إسبانيا لأن المكلخين دبار ما زال ما يفهميش دبار المكلخين هذه الجهلة ما زال ما يعرفوش على أن القرار لتخدس إسبانيا هو قرار سيادي قرار يخص دولة لا دخل لك في هاي المكلخ بالإضافة إلى أن الجامعة الدول العربية تعترف بمغربية السحراء تعترف بالوحدة الترابية للمملكة المغربية والصفعة الكبيرة الصفعة الكبيرة وهو أن الكويت اليوم من خلال اللجنة ديال 24 في الأمم المتحدة أصدرس بيان تقول فيه بصريح العبارة نحن مع الوحدة الترابية للمملكة المغربية بمعنى آخر أن الصفعة لم تأتي فقط من جامعة الدول العربية وإنما من الكويت التي توسل إليها الحمامرة من أجل أن تتدخل وأن يعني تحضل للشماع طارئ في الجامعة الدول العربية للتضامن مع دولة الفققير ضد إسبانيا لأن إسبانيا اعترفت بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وشوفوا معي السكيزوفرينيا والحمق وشوفوا معي التقليد الأعمال اللي كي حاولوا يديروا مع المغرب المغرب حينما تضامن تضامن سماعه جامعة الدول العربية والدول العربية والإسلامية في الأزمة دياله مع إسبانيا أرى من حقه لأنه يدافع عن وحدتها الترابية أنت علاش غادي تضامنه معاك يلم كلخ يل جهل علاش غادي تضامنه معاك وانت حشر النيف ديالك في وحد قرار سيادي ديال دولة أخرى ديال أنها تحتارم الوحدة الترابية أو كتعترف بمغربية الصحراء واش دابا هادو ديبلوماسيين واش دابا هادو عند بشي عقلك في كوروبي واش دابا هادو لكن ما يعجبني هنا وهو أنهم تلقوا صفعة من طرفين عندك جامعة الدول العربية رفضت هذا الاشيما الكويت اليوم خرجت ببيان تعترف مش تعترف بها نحن نعلم على أن الكويت تعترف بمغربية الصحراء وإنما تجدد الدعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية في نفس الفترة ليحاول فيه الحمامر على أنه يتوصل للكويت باش يتدخلوا له ويديروا اشتماع طارق لجامعة الدول العربية إذن متابعينا الكرام كما أقول دائما الفضائح تلو الفضائح تلو الفضائح لهذا النظام الغبي والمغفل والنكسة تلو النكسات سوف تصيب هذا النظام والمجيد من زيد من الفشل والصعار والنباح والعوين متابعينا الكرام أراكم في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته